السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث تجاري شعبة شؤون القانونية معكم أستاذ محمد عرفات إن شاء الله هنشرح النهاردة أو هنعمل تلخيص لمادة العقوبات للصف الثالث تجاري أنا النهاردة مش هنشرح جزء معين في المنك ولكن أنا هشرح بشكل عام هديك ملخص كده بسيط لمادة العقوبات عشان تبقى عارف سنة تالتة بتاعتك ماشي ازاي وايه العقوبات اللي موجودة أو مادة العقوبات بتتكلم في ايه بالزبط في الصف الثالث تجاري موضوع المواد بتاعتنا ست مواد طبعا في القانون من السهل جدا إن انت تغفلهم وتجيب في كل مادة الخمسين إن شاء الله الموضوع محتاج منك تركيز فهم فحفظ لو فهمت في الأول كويس جدا هتلاقي الحفظ بتاعك سهل إنما لو اعتمدت على موضوع الحفظ فقط لغير ومش هتعرفت ليه من حاجة خلاص في المادة الموضوع سهل لو انت خدته بالفهم وبعد كده بدأت الهفظ مواد القانون عندي زي ما احنا عارفين في سنة تالتة ست مواد القانون عقوبات إجراءات جنائية مرافعات قانون مدني قانون أحوال شخصية وقانون اللوائح المالية والإدارية مادة النهاردة هتكون أو الحلقة بتاعت النهاردة هتكون أولى الحلقات بتاعتنا اللي شرح القانون العقوبات النهاردة هنعمل الملخص البسيط وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنشرح المادة بالتفصيل تابعوا على طول معنا إن شاء الله بحيث تقدر تستفيد وتقدر تحفظ المادة كويس جدا مادة العقوبات هنتكلم فيها عن كذا جريمة المادة كلها بتقوم على جريم بنعرف تعريف الجريمة إيه هي الجريمة والتعريف بتاعها زاد إن أنا بيأخذ أرقان الجريمة وكل جريمة وليها أرقان معينة زي ركن مادة وركن معناول الحاجات دي اللي انتوا خطاها في سنة تانية كذلك هنعرف العقاب بتاع كل جريمة يعني كل جريمة وليها العقاب بتاعها فغلي بالك المادة العقوبات من المواد الجميلة جدا لأن انت ده الواقع برضو بتاعنا يعني أغلب مواد القانون بتاعتنا ده الواقع بتاعنا اللي انت متعيش واللي انت عارفه واحد ارتكب جريمة قتل واحد ارتكب جريمة سرقة نصبخ يعني امانة اختلاص استلاء رشوة فانت بتبقى عايز تعرف عقوبته ايه فبناء على القانون العقوبات في المادة بتاعتنا السنة دي هتقدر تعرف العقوبات المواقع على كل فرد سواء بارتكب جريم قتل او سرقة او نصب او خيانة امانة او رشوة او اختلاص او غدر او تربح ايما يكون فانت هتقدر تعرف العقوبات المواقع ليه المادة عبارة عن كذا جريمة هندرسه وكل جريمة بتعرفها بارقانة بوقوبات جرائم زي مثلا جرائم الاعتداء على الامن الدولة جرائم الاعتداء على امن الدولة هم جريمتين فيه جرائم اعتداء على امن الدولة من جهة الداخل وفيه جرائم اعتداء على امن الدولة من جهة الخارج فيه كذلك جرائم الاموال العامة جرائم الاموال العامة عندي خمس جرائم هندرسهم اسمهم جرائم الاموال العامة زي الرشوة زي اختلاص المال عام زي الاستلاء بغير حق على المال العام زي جريمة الغدر وآخر جريمة فيهم التربح يبقى خمس جرائم هنتكلم عنهم في جرائم الأموال العامة وهنقدر نفرق ما بينهم ونعرف إيه الفرق ما بينهم في الأرقان وفي العقوبات وفي التعريف طبعا في كذلك الجرائم الواقعة على الأفراد واقعة على الأفراد يعني اللي باعتداء على الفرد سواء باعتداء على الجسم بتاعه أو باعتداء على المال اللي هو ملكه فجرائم الواقعة على الأفراد زي جرائم القتلى بقت الشخص جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم بأصل على الجسم بتاعه جرائم الاعتداء على الأموال يبقى أنا عندي ممكن أموت شخص وممكن أنا أعور شخص وممكن أنا أسرق المال بتاع الشخص أو أعتدي على المال بتاع الشخص يبقى إما باعتداء عليه هو شخصيا سواء بيزهق روحه أو أن أنا مثلا أسبب له أي جرحة أو أي عها كذلك ممكن أعتدي على المال بتاعه زي ايه مثلا جرائم اللي اعتداء على الاموال زي السرقة النصب خيانة امانة وطبعا التلات جرائم دول فيه فرق ما بينهم جامد جدا هنعرفه ان شاء الله لما نشرح المادة بالتفصيل فيه بعد كده جرائم الحدث الحدث زوت اللي هو الطفل اللي سنه اقل من 18 سنة وقت ارتكابه للجريمة كان سنه اقل من 18 هنعرف مين هو الحدث وإيه مراحل الاحداث او مراحل العقوبات بتاعة الطفل لان احنا اسمنا الطفل الى 3 مراحل اللي هو مرحلة اولى اقل من 15 سنة مرحلة ثانية اللي هو من 15 الى اقل من 16 والمرحلة الثالثة اللي هو من 16 سنة الى 18 سنة كل مرحلة من المراحل ديه لها عقوبات معينة هنعرفها طبعا في وقتها ان شاء الله بس دوت اللي احنا نتكلم فيه عن موضوع التفل كذلك فيه جرائم اخيرة اللي هي جرائم الموظفين العموميين الواقعة منهم والواقعة عليهم فيه بعض الجرائم بتحصل من الموظفين اللي هي بتحصل منهم هما شخصيا زي استعمال القصوة مع الناس يعني هو واحد بيستخدم القصوة على الناس اعتمادا على الوظيفة بتاعته وفيه جرائم بتقع على الموظفين ذات نفسهم مش هما بقى اللي بيقوموا بها لا هما اللي بيحصل فيهم الجريمة يعني هما سيكونوا المجن عليهم زي مثلا جريمة تعدى على الموظف العام او جريمة اهانة الموظف العام دي مادة العقوبات ودي الجرائم اللي احنا نتكلم عنها السنة دي كلها ان شاء الله موضوع سهل جدا مفهوش اي صعوبة محتاج منك تركيز النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنشرح ملخص بسيط عشان نوضح لك المادة فيها ايه بالزبط هنجيب من كل جريمة نشرح فيها جزء بسيط خالص بحيث يبقى انت عندك خلفية عن المادة كلها هنبدأ كده البداية في جرائم الاعتداء على امن الدولة جرائم الاعتداء على امن الدولة نوعين جرائم الاعتداء على امن الدولة من جيت الداخل وجرائم الاعتداء على امن الدولة من جيت الخارج جرائم الاعتداء على امن الدولة من جيت الخارج هي الجرائم التي تنطوي على الادرار او الاعتداء او المساس باستقلال الدولة او سيادتها او مصالحها القومية هنا في جرام الاعداء على امن الدولة من جهة الخارج انا باعتدي او بمس بالامن والاستقلال بتاع الدولة وسيادتها ومصالحها القومية بخلي دولة شعرف تحكم في اي حاجة خالص يبقى هنا بأسر على الدولة كلها وخلي بالك ترى ما ذكرت في التعريف كلمة ايه بمس باستقلال الدولة وسيادتها ومصالحها القومية انا كلمت على الدولة يبقى هنا اعتداء من جهة الخارج طب أولا ما أقول لك بقى جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل هتلاقيني باتكلم عن بمس بالأمن والاستقرار الذي يتمتع به الناس جبت سيرة عن الناس يبقى ده اعتداء من جهة الداخل أما لما باتكلم على استقرار الدولة يبقى هنا باتكلم على الاعتداء من جهة الخارج أما لما بجيب استقرار الناس أو باتكلم عن الأمن والاستقرار يتمتع به الناس يبقى أنا بأتكلم على اعتداء من جهة إيه الداخل طيب إيه بقى جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل هي الجرائم التي تنطوي على الاعتداء على النظام الداخلي للدولة والمساس بالأمن والاستقرار الذي يتمتع به إيه النقص إيه بأتكلمت عن جرائم بيعتدي على النظام الداخلي يعني داخل الدولة وإنه هو بيمس بالأمن والاستقرار اللي الناس كانت عايشة فيه طيب فيه بعد كده أنواع جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جيت الخارج خلي بالك اعتداء على أمن الدولة من جيت الخارج ليها جرائم والاعتداء على أمن الدولة من جيت داخل ليها جرائم زي ايه جرائم اللي اعتداء على أمن الدولة من جيت الخارج زي السعر والتخابر التخابر ده اللي هو بيتفاهم غير المشروع ما بينه وبين دولة بتعادي دولتي يعني أنا عارف أنه في دولة بتعادي الدولة بتاعتي فأنا بتخابر معها وبنقل لها معلومات عن دولتي فمتفاهم غير مشروع وطبعاً اللي احنا قلنا عليها يعني أو الجزء اللي هو خاص بجرام أمن الدولة اللي هو زي صور الاتصال غير مشروع بدولة أجنبية أو دولة معادية زي مثلاً السعي والتخابر للإدرار بمركز مصر السياسي ودبلوماسي والاقتصادي والحربي زي مثلاً صورة تانية إننا بسعى وبتخابر عشان أعاون الدولة المعادية في العمليات الحربية ضد مصر أو بسعى وتخابر للقيام بأي عمل عداء ضد مصر دي صور تبقيني اللي أنا بتصل بدولة أجنبية اتصال غير مشروع يبقى جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج جريمتين سعي وتخابر طيب الجرائم اللي هي جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل تلت جرائم زي واحد محاولة قلب نظام الحق جريمة الأولى اسمها محاولة قلب نظام الحق جريمة التانية تأليف وإدارة المنظمات المنهضة والترويج لأفكارها إننا بألف منظمة بتناهض الدولة أو بديرها أو بروج للأفكار بتاعتها تلاتة التحريض والاتفاق والتشجيع لارتكاب جرائم الاعتداء على الأمن الداخلي إننا بحرط شخص أو باتفق مع شخص أو بشجع شخص إنه هو يرتكب جرائم الاعتداء على الأمن الداخلي قلي بقى لك دي الجرائم الاعتداء على الأمن الدولة سواء من الداخل أو من خارج كل جريمة منهم ليها مجموعة جرائم الجرائم دي كلها بتشترك في ركنين أسيين ركن بيسمى الركن المادي وركن آخر اسمه الركن المعنوي إيه برضو يعني ركن ماد ويعني ركن معنوي الركن المادي اللي هو الفعل اللي أنا بقوم بيه زي مثلا في جريمة السرقة إيه الفعل أنا قمت بيه خدت الحاجة اللي هي مش بتاعتي خدت الحاجة مسكت الحاجة تمام فده اسم الركن المادي أما الركن المعنوي إن أنا عارف إن الحاجة مش بتاعتي وعارف إن الحاجة دي لو خدتها تبقى جريمة مثلا سرقة ومع ذلك اتقعت رضي إن أنا إيه؟ أخد الحاجة دي مثلا الركن المادي اللي هو الفعل أما الركن المعنوي إن أنا عارف إن الدولة اللي أنا بس عليها وبتخابر لحسابها إن هي معادلة دولتي وعارف إن أنا بأعمله جريمة وعارف ان ممكن اتعرض العقاب ومع ذلك اتجت اردت ان انا ارتكب الجريمة فهكده الركن المعنى هو القصد الجنائي اللي انا عارف ان انا بعمله غلط ومع ذلك ايه بعمله في الجرائم التانية اللي هي جرائم الاموال العامة زي جريمة بتسمى جريمة الرشوة الرشوة عبارة عن اتجار الموظف العام في اعمال وظيفته عن طريق طلبه او قبوله او اخذه وعدا او عطية مقابل قيامه بعمل من اعمال وظيفته او الامتنع عنه هنا الرشوة فيها معناها ان شخص الموظف بيتاجر بالوظيفة بتاعته بيتاجر زي هو المفروض بروح اديله ورق معين يخلصه لي فتلقائي اول ما بيستلم من الورق المفروض يخلصه هو رفض ان هو يخلص الورق الا اذا اخد مني عطية اللي هي هدية او فلوس يعني هو قال عشان اخلص لك الورق ده هد فلوس فطلب او اخذ او استلم يبقى هو عن طريق طلبه او قبوله او اخذه هدية او عطية مقابلة اللي هو يقوم بالعمل او يمتنع عنه خلي بالك هو المفروض ان هو يقوم بالعمل ده من غير ما ياخد مني فلوس المفروض ان دي اعماله للقانون فرضها عليه اللي هو اصلا بيقبض مرتبه بناء عليها فهو رفض ان هو يقوم بالعمل المفروض عليه قانونا مقابل ان انا ادي له ايه فلوس لما اديته فلوس ام بالعمل فهنا يعتبر ارتكب جريمة رشوة لو لوحظنا ان انا عندي هنا ثلاث صور طلب يعني هو بيطلب مني فلوس وارد انا ادي له فلوس او لا كبول يعني قبل العرض اللي انا عرضته عليه اغز يعني استلم الفلوس وحطه في جيبه فهنا خلي بالك الاخز حتى دايما بنقول عليه اشد الصور اشد الصور خطورة لان هنا استلم الفلوس خلاص وبقت الفلوس في ايده فمعنات ان الجريمة اكتملت يعني كده الجريمة اكتملت خالص وبقت الرشوة تمت يعتبر فهنا الجريمة بتاعت الرشوة التجار الموظف العام باعمال وظيفته عن طريق طلبه او قبوله او اغزه هدية او عطية مقابل ايه ان هو يقوم بعمل المفروض يقوم بيه او يخل بعمل المفروض ان القانون اشترط ان هو يقوم بي طيب فيه بعد كده اطراف الجريمة بتاعت الرشوة انا عندي ثلاث اطراف هما فيه طرفين اساسيين لازم ان يكونوا موجودين وفيه طرف تالت وارد يكون موجود وارد ما يكونش موجود الطرف الاولاني وهو الاهم عندي اللي هو المرتاشي المرتاشي اللي هو الموظف العام اللي هو اصلا لو ما عملش لو ما كانش خد الفلوس او ما كانش قبل العرض ما كانش فيه جريمة فهنا المرتاشي اللي هو لازم يكون موظف عام او الموظف العام او من فيه حكمه اللي هو يعتبر اخذ الرشوة اللي هو الشخص اللي استلم الرشوة او قبل العرض اللي تقدمه اتنين المرتاشي اتنين الرائش او الوسيط الرائش او الوسيط ده اللي هو الوسيط ما بين طرفين ما بين الرائش وما بين المرتاشي الرائش ده هو شخص صاحب مصلحة عايز يخلص مصلحة معينة والمرتاشي ده الموظف اللي هياخد الفلوس مقارد يكون المرتاشي ده اللي هو الموظف يعني ايه عايز يبينه ده من الناس انه حد كويس جدا فما بياخدش الفلوس بشكل مباشر فجايب واحد تاني وسيط ما بينه وبين الراشي الوسيط ده هو تدوره بياخد من الفلوس من الراشي ويديه لشخص ايه المرتعشي فهنا الرائش ده اللي هو الوسيط هو كل شخص يتدخل بين صاحب الحاجة وبين الموظف ايه اللي عم عارف اللي هو بيسهل الامور انا الوسيط اللي ما بينكم انا اللي خلص لكم الامور هاخد من ده ودي ده عشان ده يخلصها رقم ثلاثة اللي هو الراشي اللي هو صاحب المصلحة الذي يعرض الراشوة ويقدمها اللي هو الشخص اللي عايز يخلص مصلحة معينة فبيضطر يعرض الرشوة او يدفع الرشوة لشخص المرتاشي عشان يخلص المصلحة بتاعه يبقى غالبالك وارد تكون الرشوة فيها طرفين بس اللي هو الراشي والمرتاشي اللي هو صاحب المصلحة وشخص المرتاشي اللي هو الموظف العين وارد في بعض الجرائم يكون عندي شخص وسيط اللي هو الثالث اللي هو الرائش اللي هو بيبقى وسيط ما بين الراشي والمرتاشي يبقى اطراف الرشوة كده مرتاشي رائش راشي أو مرتاشي راشي رائش دول الأطراف جريمة الرشوة عشان تكون هناك تلت أرقان نعطي لك أن أي جريمة فيها ركنين أساسيين معدى جرائم القتل فيهم ركن مش هبقى موجود وهنعرفها كمان شوية أما الركنين اللي هو الطبيعي موجودين في كل الجرائم أو في أغلب الجرائم زي الركن المادي والركن المعنوي هنزود بقى في جريمة الرشوة ركن ثالث اسمه صفة الجاني لازم عشان أقول جريمة رشوة يكون الجاني موظف عام يعني يكون مرتكب الجريمة موظف عام يبقى صفة الجاني أي المرتاشي اللي هو الموظف العام اتنين الركن المادي الركن المادي اللي هو الفعل اللي حصل الركن المادي هنا بينقص منه سورتين سلوك إجرامي وسبب الرشوة سلوك إجرامي اللي هما ثلاث حاجات طلب أو قبول أو أغز اللي هنسألينه من شوية ده السلوك اللي حصل إما طلب فلوس أو قبل أو خد الفلوس أما سبب الرشوة فيها ثلاث حاجات مثلا سبب الرشوة وخدت الفلوس ليه عشان يقوم بعمل من أعمال وظيفة أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفة أو يخل بالواجبات بتاعة الوظيفة ده اسمها سبب الرشوة طب الركن التالت اللي هو الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي إن أنا عارف إن أنا لو خدت الفلوس طب جريمة الرشوة ومع ذلك التاجة تقردت إن أنا أخد إيه الفلوس يبا دول أرقان جريمة الرشوة سفة الجاني وموظف عام ركن مادي سلوك إجرامي وسبب رشوة ثلاثة ركن معناول اللي هو القصد الجنائي فيه بعد كده فيه رشوة أخرى اسمها الرشوة اللاحقة رشوة اللاحقة يعني قبل ما نقول التعريف ده الرشوة اللاحقة عبارة عن أنا روحت لموظف عام قلت له خلصت الورق ده خد الورق وخلصه في علم وسلمني الورق وأنا جاي ماشي قمت جاي مطلع فلوس قلت له دي إكرامية لك إيه ده دي رشوة أه إيه عام ده خلص الحاجة من غير ما يطلبها يعني غير ما يطلب فلوس ولا كان فيه اتفاق ما بيننا وخد الفلوس بعد ما خلص العمل رشوة أه اسمها رشوة اللاحقة أنا ليه عملنا جريمة رشوة اللاحقة وليه هنعاقب الأشخاص بتاعتهم عشان الموظف لو أنا سمحت له أنه هو ياخد الإكرامية والكلام ده كله إيه اللي هيحصل فيما بعد لما يكون جاي له أي حد يخلص المصلحة لو حاس أنه حد مثلا كده تقيله معه فلوس وفي النهاية هيدله فلوس أو إكرامية مقابل أنه يخلص الورق هيخلص الورق بتاعه بصورة وقول لك ده هيديني فلوس هيجي عند شخص غلبان مثلا واضح أن ظروفه ما تسمعش أنه يدي له أي إكرامية فيروح جاي يراكن الورق بتاعه ويقول له تعالى خده بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع ويركن الورق بتاعه ما تضعش يخلص فكده يبقى فيه تفريق ما بين الأشخاص اللي هو بتعامل معه فالقانون مالعن لده كله وضع جريمة بتسمى جريمة الرشوة اللاحقة فهي قبول الموظف العام الهدية أو عطية من شخص أدى له العمل أو امتنى عن أداءه وذلك بعد تمام العمل أو الامتناء عنه وبغير اتفاق إيه سابع خلي بالك هو خلص العمل وبعد أما خلص العمل اديته الفلوس لكان فيه ما بيننا اتفاق سابع ولا كان فيه أي كلام حصل ما بيننا ولا أصلا خط اديته الفلوس أو الإكرامية قبل ده نديته له إيه بعد أما خلص العمل فهينا بتسمى رشوة إيه لاحقة فيه جريمة بعد كده اسمها جريمة اختلاس المال العام هنقولنا أول جريمة اللي هو جريمة الرشوة تاني جريمة في جرائم الأموال العامة اللي هو اختلاس المال العام جريمة اختلاس المال العام هي أو هو اختلاس الموظف العام أو من فيه حكمه لأوراق أو أموال أو غيرها موجودة في حياسته بسبب وظيفته سواء كان هذا المال عام أو مال إيه خاص هنا أنا عندي جريمتين عشان نفرق ما بينهم قبل ما نذكر كمان جريمة الاستلاء هفرق لك برضو ما بين الاختلاس والاستلاء الاختلاس المثال بتاعها أنا موظف عام سكرتير المدرسة مثلا وبحكم موظفتي الخزنة تحت إيدي يعني الفلوس تحت إيدي فلو أنا خدت الفلوس اللي في الخزنة اسمها اختلاص المال العام لأن أنا موظف والمال تحت حياثتي يعني المال تحت إيدي أنا خلي بالك كلمة حياثة مش معناها أنه هو المال ملكي لأ تحت حياثتي يعني المال تحت إيدي أنا في حياثة نقصة وفي حياثة كم حيازة ناقصة ان انا بتعامل مع المال ان هو مش بتاعي وان هو بتاع الحكومة بس هو موجود تحت ايدي انا حيازة كاملة بقى ان انا بتعامل مع المال اللي هو ملكي وبتصرف فيه اكنه بتاعي فبصرف على نفسي طيب عموما اختلاص المال عام انا موظف والمال تحت حيازتي لو خدت المال هتبقى جريمة ايه اختلاص المال العام اما بالنسبة لي الاستيلاء انا موظف بس المال مش تحت حيازتي انا مدرس في المدرسة لقيت باب الخزنة مفتوح امت جاي داخل واخدت الفلوس اللي موجودة في الخزنة هنا هيطلق عليها جريمة الاستيلاء ليه ما اقولش عليها اختلاص لان انا هنا موظف بس المال مش تحت حيازتي اما في الاختلاص انا موظف والمال تحت حيازتي طيب انا بقى لا لايه علاقة بالمدرسة ولا لايه علاقة بالوظيفة لقيت باب المدرسة مفتوح دخلت لقيت الخزنة مفتوح خدت الفلوس هنا جريمة سرقة لان انا لموظف عام ولا المال تحت حياستي فسرقة يبقى كده انا فرعت ما بين 3 حاجات اختلاص واستلاء وسرقة اختلاص انا موظف عام والمال تحت حياستي استيلاء انا موظف عام بس المال مش تحت حياستي سرقة انا لموظف عام ولا المال تحت حياستي طيب يبقى اختلاص المال العام هو اختلاص الموظف العام أو من في حكمه لأوراق أو أموال أو غيرها موجودة في حياسته بسبب وظيفته سواء كان المال عام أو المال إيه خاص فيه بعد كده الأرقام بتاع جريمة الاختلاص نفس الأرقام اللي أنا زكرتها في الرشوة بس هنزود عليهم ركن الأرقام اللي أنا زكرتها في الرشوة كانت صفة الجاني ركن مادي ركن معنوي هنا هنزود فيه جريمة الاختلاص اللي هو محل جريمة الاختلاص طب صفة الجاني لازم أن يكون موظف عام طب إيه بقى محل جريمة الاختلاص اللي هو المال أو الأوراق اللي هي كانت موجودة تحت حياسته يعني هنا محل جريمة مال أو أوراق ولكن لازم يكون مال أوراق موجودة تحت حيازة الموظف في حكم الوظيفة بتاعته فيه بعد كده الركن المادي اللي هو الفعل اللي انا اخدت المال من الخزنة اللي انا حولت الحيازة من حيازها ناقصة الى حيازة ايه كاملة بدل ما كانت حيازها ناقصة يعني الحاجة مش بتاعتي انا تمام ايه او الحاجة بتاعت الحكومة وملك الحكومة انا اتعملت معاك انها ايه ملكي انا فحولتها من حيازها ناقصة الى حيازها ايه كاملة خلاص بدل ما انا كنت الفلوس زيت بتاعت الحكومة وبتصرف في حدود طلبات الحكومة او بتلبات الوظيفة بتاعتي لا اتعاملت معاك انها ملكي وبدأت اصرف فيها على نفسي يجب لعربية يجب لشقة يجب لارض فتعاملت مع الفلوس انها بتاعتي فهنا ده اسمه الركن المادي اللي هو فعل الاختلاص اللي هو حولته من حيازة مواقصة الى حيازة ايه كاملة رقم اربعة اللي هو الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي انا عارف ان المال دوت مش مالي وعارف ان دوت بتاع الحكومة وعارف ان انا لو خدته من الخزنة او عارف كمان ان الحيازة بتاعت عليه حيازة ناقصة ومع ذلك اتجت اردتي ان انا اتملك هذا المال يبقى دوت كده تكون ساعتها اكتملت جريمة اختلاص المال العام طيب فيه بعد كده جريمة الاستلاء اللي احنا قلنا لك من شوية الفرق ما بينه وبين الاختلاص في الاختلاص كان المال تحت حيازتي بحكم وظيفتي وانا موظف عنه اما في الاستلاء انا موظف بس المال مش تحت حيازتي زي ما دينا المثال بتاع السكرتير لو دخل وخد الفلوس اللي في الخزنة اختلاص المدرس لو دخل وخد الفلوس مثلا في الخزنة يعني انا مثلا موظف في المدرسة دخلت وفتحت لقيت باب الخزنة مفتوح بس انا مش سكرتير انا مدرس دخلت لقيت باب الخزنة مفتوح قمت جاي واخد الفلوس من الخزنة وقمت جاي ماشي يبقى هنا اسمها استيلاء عشان انا موظفة بس المال مش تحت حيازتي تعريف الاستيلاء على المال العام هو استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على مال أو أوراق أو غيرها من إحدى الجهات الحكومية بص لاحظت حاجة في التعريف ما ذكرش كلمة إيه تحت حياسته لأن المال هنا مش تحت الحياسته خالص هو المال موجود في جهة حكومية وخلاص طيب فيه بعد كده أرقان جريمة الاستلاء بغير حق على المال العام نفس الأرقان اللي أنا ذكرتها في الاختلاص هذكرها بالضبط في الاستلاء واحد صفة الجانية لازم نكون موصف عام اتنين محل الجريمة إيه بقى محل الجريمة هنا إن أنا باستولي على مال أو بسهل للغير إن هو يستولي على المال خلي بالك هنا محل الجريمة أنت هتستولي عليه مال أو أوراق بس مش تحت حياسته هي موجود في جهة إيه حكومية يبقى محل الجريمة أنا استوليت عليه يا مال يا أوراق خلي بقى بقى مرضه ممكن يكون مال عام أو مال خاص بس موجود في جهة إيه حكومية تمام بس المال مش تحت حياسته رقم ثلاثة الركن المادي اللي هو الفعل ايه الفعل انا عملته اما ان انا استوليت على المال بنفسي او سهلت للغير ان هو يستولي على المال يعني انا قمت بفعلين يالدى ده يا ان انا باستولي على المال لحسابي او بسهل الغير ان هو يستولي على المال فيه الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي ان انا عارف ان انا لو خدت المال ده وطبي بجريمة استيلاء ومع ذلك اتجا تردت ان انا استولي على المال طيب فيه بعد كده جريمة بتسمى برضو من جرائم الاموال العامة جريمة التربح التربح ان انا باستغل وظيفتي ان انا اتربح منها هنفترض مثلا انا سواء في هيئة نقل عام بعد ما خلصت الوردية بتاعتي مفروض اسلم الاوتوبيس او العربية اللي معايا احطها في الجراش خلاص خلصت الوردية انا بعد كده لما خلصت خدت العربية او خدت الاوتوبيس وشغلت اجرة مثلا يبقى انا عملت هنا ايه تربحت من عمل بتاع الوظيفة بتاعتي استفدت من الوظيفة بتاعتي زي مثلا انا نفترض ماسك مدرسة وبعد ما انتهى اليوم دراسي امتي جاي مأجر مثلا الفصول اللي موجودة كاسنتر او اجرت الملعب بتاع المدرسة لحسابي في هنا اسمها جريمة ايه تربح يبقى جريمة تربح هو حصول موظف عام او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بدون وجه حق على ربح او منفعة من اعمال وظيفته يبقى الموظف العام حاول ان يحصل لنفسه او للغير لانه ممكن يكون بيعمل ده كله لحسابه او لحساب غيره بدون وجه حق على ربح او منفعة من اعمال وظيفته في جريمة تانية من جرائم الاموال العامة اسمها جريمة الغدر جريمة الغدر هو قيام موظف عام لو شأن في تحصيل الضرائب او العوايد او الغرامات بطلب ما لايسا مستحق او ما يزيد عن المستحق ما يعلمه بذلك انا هنا موظف عام بحصل الضريبة او العوايد مثلا بتيجي على البيت او الغرامات فجت اتعاملت مواعد نفترض ان هو جاهل ما بيعرفش يقرأ ويكتب فودته ورقة انا اللي كاتبها بخط ايدي وقلت له انت عليك مثلا 10.000 جنيه الورقة ما كتوب فيها 1000 جنيه بس انا استغلت ما بيعرفش يقرأ غدرت بيه وهو عشان شايفني بقى موظفه ليه السلطة ويه ويه وفيه هيبا فخايف مني فهم جاي منفز ودفع العشر تلاف على طول هنا انا غدرت بيه طلبت منه فلوس اكتر من المستحق وقالت تكون الورقة ان الشخص ده ما اعرفهش فلوس وانا طلبت منه فلوس فانا طلبت ما ليس مستحق او اكثر من المستحق مع علم بذلك يعني انا عارف ان انا مش من حق اخد منه الفلوس دي ومع ذلك اتقرأت ان انا اخد منه ايه الفلوس فينا اسمها جريمة الغدر يبقى هي قيام موظف عام لو شأن في تحصيل الدرائب او العوايد او الغرمات بطلب ما ليس مستحق او اكثر من المستحق او ما يزيد عن المستحق ما علمه ايه ما علمه بذلك فيه جرائم بقى القتل بقى جريمة القتل اللي هو ازهاق روح انسان حي بقى موت واحد كان عيش ولازم يكون طبعا انسان حي عشان لو جريمة قتل يبقى انسان حي فمحل الجريمة هنا انسان ولازم ان يكون انسان على قيد الحياة جرائم القتل فيه كذا جريمة قتل عمدي قتل غير عمدي قتل عمدي مخفف قتل خطأ فجرائم مثلا القتل زي جريمة القتل في عمدي وفي غير عمدي وفي قتل عمدي مخفف بيشتركوا جرائم القتل في ركنين بس فيه ركن تالت مش موجود في جريمة منهم يعني مثلا لما اجا اتكلم عن الركن المادي اللي هو الفعل اللي انا قمت بيه اللي الشخص مات صح كده ده الركن المادي فالركن المادي اكيد هيكون متوفر في جميع جرائم القتل ولكن تعالوا نتكلم كده على الركن المعنوي هو فيه قتل عمدي اذا انا قاصد ارتكب الجريمة يبقى الركن المعنوي موجود اللي هو القصد الجنائي فيه قتل عمدي مخفف وانا اعرفها فيما بعد اللي هو زي مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة في فضع الزنا فاتلها هي او اتل العشياء او اتلهم هما الاتنين مع بعض فيه ناسه قتل عمدي مخفف يبقى قاصد يرتكب الجريمة فهنا الركن المعنوي هو متوفر اما لما اجا اقول لك قتل غير عمدي انا سائل عربية وفجأة ظهر قدامي شخص خبطه ميت هل انا كنت قاصد؟ لا فالركن المعنوي مش موجود يبقى جرائم الاتل بتشترك في الركن المادي إنما المعنوي لأ جرايم الاتل بتشترك في الركن تاني غير الركن المادي اللي هو محل الجريمة هنا لازم عشان نقول جرائمة اتل محل الجريمة اللي هو انسان على قيد الحياة يعنى لازم ان اكون موت واحد كيان عايش وoit يعنى لو جسد ميت لو واحد ميت قدامي وضربته كين lance مهم ميت دي مش جرائمة اتل صح كده يبقى كده جرائم الاتل بتشترك في الركنين التسين اللي هو الركن المادي اللي هو الفعل اللي انا قمت به ومحل الجريمة اللي هو انسان على قيد الحقيقة اما الركن المعنوي يتوافر في بعض الجرائم ولا يتوافر في الجرائم الايه الاخرى طيب فيه جرائم او القتل عندي فيه عقوبات لها ففيه جريمة قتل عمدي بسيط وفيه قريمة قتل عمدي مشدد القتل العمدي البسيط العقاب ممكن يوصل لمؤبد ومؤبد ومشدد او اعدام ده اسمو قتل عمدي بسيط انا ما كنتش قاصد ان انا ارتكب الجريمة دخلت او ما كانش عندي ظروف التجديد اللي احنا نذكرها كمان شوية لهم ستة ظروف ما توفرتش اي ظرف من الستة فاسمو قتل عمدي بسيط فهينا العقاب بتوعب بخريف انما لو انا عندي ظروف التجديد كانت متوفرة زي قتل عمدي مشدد ففيه ظروف تجديد لو كانت موجودة هي باسمو قتل عمدي مشدد والعقاب هيوصل لاعدام ظروف تجديد مثلا زي سبق الاسرار زي سبق الاسرار زي الترصد زي القتل بالسم زي قتل جريح الحرب زي مثلا اكتران القتل بجناية او ارتباط القتل بجنحة اي ظرف من الستة دول لو لقيته موجود هيبصم قتل عمدي مشدد طالما قتل عمدي مشدد تلاحظ ان العقاب بيصل الى الاعدام على طول طب اول حاجة فيهم زي سبق الاسرار يعني ايه سبق الاسرار سبق الاسرار هو التصميم على ارتكاب الجريمة او ارتكاب جنحة او جناية ويكون الغرض ازاء شخص معين او هو اعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفسها بهدوء دون انفعيل سبق الاسرار واحد ضرريني النهاردة روحت البيت المفروض اللي انا هديت واعدت جبتك بيت شاي وشربت الشاي واعدت وخالص بيت هادي ولمت وصحيت تاني يوم المفروض خلاص كده رجعت للوضع الطبيعي ومع ذلك صممت ان انا هرتكب الجريمة وجبت ورقة ورسمت الخطة وازاي هقتله وهجيب السلاح منين وهقتله فين كده انا عقلي موجود ولا مش موجود موجود كده انا مدرك واعي انا بعمل ايه ولا مش مدرك مدرك واعي ومع ذلك رغم الادراك والواعي اللي انا فيه سممت على ارتكاب جنحة او جنح ارتكاب الجريمة فهنا اسمها سبك الاسرار انا على فكرة لو حد ضريني فوتاء اتشاكلنا بعض بعض ضربته ضربني موته او هو موتني هنا مش هيباس مقاتل عمدي مشدد هيباس مقاتل عمدي بسيط لان انا ما كانش عندنا النية ان حد يقتل التاني هي لحظة انفعال فده اتى للتاني فهيباس مقاتل عمدي بسيط انما ان انت تضريني وانا اروح واعد واهدى واعمل شاي وانام واقوم واجيب ورقة واكتب واعمل واحد ادر خطة معناتها ان العقل انا كده بقيت مدرك واه انا هعمل ايه فلو قتلت يباس مقاتل عمدي مع سبك الاسرار يبا هنا العقوبة بتاعتها تصل الى الاعداد فيه الترصد الترصد هو تربص او انتظار انسان لشخص فيه جهة او جهات كثيرة مدة طويلة او قصيرة لقتله او ازاوه او ضربه سواء متخفع او لاه الترصد لا تختلف شيء عن سبك الاسرار يعني الاثنين العقاب بتاعهم بيصل الى الاعداد الترصد ان انا شخص دريني قلت مش اسيبه فرحت اتربصت له في مكان او انتظرته في مكان انا عرف هو ساكن فيه وبيخلص شغله الساعة كام رحت عن المدخل بتاع البيت بتاعهم واستخبت في مكان كده متداري وخلته هو جاي قمت جاي هاجم عليه موته هنا اسمه ايه ترصد اكيد طبعا هنا انا مدرك واع انا بعمل ايه مش معقول انا عارف هو بيخلص شغل الساعة كام وحضرته وبيخلص الساعة كام وهيروح الساعة كام وساكن فين وبيته فين واستخباله ازاي وهقتله ازاي ده كده العقل بتاعي موجود كده انا مدرك واعي بكل شيء فبالتالي هنا هي بس مترصد والعقاب بتاعها هيبقى اعدام في عندي مثلا القتل بالسم برضو من ظروف التشديد هو قتل شخص عمدا باستعمال السم سواء مات في الحال او بعد فترة وهنا العقاب التلقائي بيكون اعدام سواء بسيط ده مبني على الغدر واحد بيسك فيه ومتطمن لي وبياكل الاكل اللي انا حدرته له او ان انا ديته له فمتطمن لي وفي الاخر انا كده غدرت به وبالتالي اصلا خلي بالك القتل بسم اسهل طريق القتل لانه مفهاش اي حاجة انا بحط له السم في الاكل وبده له كله فمات فمبني على الغدر لانه الشخص كان بيسك فيه وانا غدرت بالثقة دي فهنا العقاب بيكون اعدام خش على جرائم بقى اللي هي الواقع على الافراد زي منهم جرائم الاعتداء على الاموال اللي هي زي السرقة وزي النصب وزي خانة الامانة السرقة هي كل من اختلسة منقولان مملوكا لغيره فوصارك يعني انا السرقة كابتقى على مال منقول مملوك للايه للغير هل بالك سرقة انا بسرق مال منقول وليس عقار السرقة العقار سابت هيتسرق ازاي انت بتسرق الحاجة اللي احنا ممكن اخبيها منك اخفيها عنك صح؟ فلازم ان يكون منقول ومال يعني اي شيء يقدر بمال اي شيء يقدر بمال مش شرط يكون فلوس اي شيء يقدر بمال اي حاجة عربية مساء غسالة تلاجة تليفون دي حاجات كلها تقدر بمال فانا هنا سرقة مال منقول ولازم ان يكون ملك الغير لانه محدش بيسرق المال بتاعه يعني انا لو خدت المال بتاعه طبعا جريمة سرقة اكيد لا طبعا لان المال ملكي انا فانا عشان اقول جريمة سرقة لازم ان يكون مال ومنقول وملك الغير ارقون جريمة السرقة نحن لك ان اي جريمة لها ارقون فيه ركن مدي فيه محل الجريمة فيه ركن معنوي الركن المدي اللي هو الاختلاص الفعل اللي انا عملته ان انا اخدت حاجة نقلت تحياذيETHها بدل ما كانت تحت حياذ خلتها تحت حياذتي انا بدل ان ما هي كانت تحت ايدك انت خلتها تحت ايدي انا فد educator الركن المدي اللي هو فعل الاختلاص اثنين محل الجريمة المال المنقول المملوك للغير ومحل الجريمة لازم أن يكون مال منقول مملوك للغير محل الجريمة مال يعني أي شيء يقدر بمال ولازم أن يكون منقول وليس عقار ولازم أن يكون ملك الغير ركن تارت اللي هو المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي يعني أنا عارف اللي أنا هعمله غلط عارف أن الحاجة دي مش بتاعتي وعارف أن هي ملك الغير ومع ذلك اتجت إرطي أن أنا أخدها عارف أن العربية مش بتاعتي أو التليفون مش بتاعي وبعد ذلك مديت إيدي وخدت التليفون ويسرقت التليفون فيه سرقة طبعا هتبقى جريمة السرقة أو العقاب بتاع السرقة فيه سرقة بسيطة وفيه سرقة مشددة عشان أقول سرقة مشددة هناك ظروف تجديد فيه ظروف تجديد بتجعل الجريمة زي ما هي جنحة سرقة وفيه ظروف تجديد بتخلي جريمة السرقة جناية بقول عليها جناية سرقة يعني في بعض الحالات في ظروف التشديد بقول جنح السرقة وفي بعض الحالات بقول ايه جناية سرقة من ضمن ظروف التشديد اللي بيطلق عليها جناية سرقة زي السرقة بالإقراه طب يعني الإقراه هو ما يبذله الجاني من أعمال عمف لتعطيل قوة المكاومة اللي ده المجني عليه ابتغاء اتمام السرقة أنا بعمل حاجة أمنع شخصا اللي هو المجني عليه ان هو يقومني زي بكتفه بحطله منوم بربط ايديه بغمعنيه فأنا هنا بمنعه ان هو يقومني واروح جاي سرقه فينا اسمها سرقة بالإقراه يعني بقوم بأي فعل يمنع فيها شخص المجني عليه ان هو يقومني عشان أقدر أخذ الفلوس اللي معاه أو أسرقه فينا اسمها سرقة بالإقراه والسرقة بالإقراه عقابها طبعا بيبقى من العقاب الشديد سجن مؤبد أو مشدد فيه بعد كده نخش على جريمة بتسمى جريمة النصب جريمة النصب عبارة عن استعمال الجاني وسيلة دي الجريمة التانية من جرائم الاعتداء على الأموال هو استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس لحمل المجني عليه على تسليمه مالا منقول مملوك له أو للغير النصب هنا أنا بستخدم وسيلة من وسائل التدليس عشان أخليك أنت اللي هتديني الحاجة بإرادتك على فكرة بس مدهاني بإرادتك نتيجة التدليس اللي أنا عملته عكس السرقة أنا بأخذ منك لحاجة وأنت مش موافق أو ما تعرفش في خطة غزبنا عنك فسرقة أما في النصب مثلا وسائل من وسائل التدليس باستخدمها أنا ببيع الساعات فجيت قلت لك عشر تلاف جنيه فاستفدت جامد طبعا أنت واقف قدامي وعملت اسمع الكلام ده فبدأ الموضوع في دماغك يشتغل طب ما أنا أخذ هنا أولى بألف جنيه وبيحة بعشر تلاف جنيه هستفيد فأنا قلت لك لا لا أنا قلت للشخص اللي هو تابعي ده لا خلاص زيت باعت للشخص أنا عشان أقنعه أنه يشتريها فعلا راح جاي الشخص اللي هو أنت اكتناعت بالكلام وقلت لي لا أنا عايز الساعة ده أنا اللي جاي الأول ده أنا اللي هاخد الساعة وخدت الساعة وتلاعت في الآخر مش المكنة لا دهب ولا دهب ولا حاجة ده كله فالسو والكلام ده كله تضحك عليك فأنت قدتهى نتيجة التدليس اللي أنا عملته في ناس ما جريمة نظم زي مثلا أنا نازل من عربية فخمة لابس بلط وأبيض تلاعت فوق عندي شقة كده عاملها عيادة حاطت عليها يفطى أن أنا دكتور كذا جاي بثنين ثلاثة معي ممردين وملابسينها بيض وعمل اللي هو شغل العيادة بالزبط وأنا لا دكتور ولا لاي علاقة بالطب والكلام ده كله واستغليت اللي قدامي ونصبت عليه نتيجة وسائل التدليس اللي أنا عملتها أنت جاي بتكشف عندي فأنا باخد كشف معين وبقولك هتعمل عملية لازمة تدفع المؤدمة بتاعتها كذا والكلام ده كله أنت قاعد ما شكتش اللحظة أن أنا مش دكتور لسبب البلط والأبيض والنازل من العربية الفخمة والمرادين اللي عندي غير كده كل شوية ممرد أو ممرد تخش عليك يا دكتور مستشفى اتصل بيك يا دكتور دكتور كذا بيكلمك يا دكتور حددوا العمليهم كذا طبعا أنت قاعد عمرك بعده كله أما أنه يحصل ده كله قدامك أنه أنت تشك للحظة أن أنا مش دكتور فهن احنا استخدمنا وسائل تدليس معينة عشان يخليك تدفع لي الفلوس فدي بتسمى جريمة النص يبقى هو استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس لحمل المجن عليه تسليمه مالا منقول مملوك له أو للغير خلي برك أنت هنا هتسلمني حاجة بإرادتك الشخصية أنت لا هتسلم الحاجة بس هتسلمها للنتيجة بس الإرادة هنا إرادة معيبة فيها تدليس حصل عليك في أرقان أو في جريمة اسمها جريمة خيانة الأمانة خيانة الأمانة دي بقى أنا بديك مبلغ من الأموال أقول لك خلي أنا اللي بديه لك باب نفسي خلي المال دا عندك أمانة لمدة معينة وبعد المدة دي أنا أخد منك المال زي ما رحت البنك قلت لهم خلي الفلوس دي عندكم لمدة سنة وبعد سنة أخدها منكم جيت بعد السنة بقول لهم هات الفلوس قررين لي ملكش عندنا حاجة يبا هنا البنك عمل إيه خان الأمانة تبا ثبتها منين أنه خان الأمانة بناء على عقد الأمانة اللي تم بينه وبينهم زي عقد الوديعة يعني أنا عشان أقول إن في جريمة خان الأمانة لازم أن يكون هناك عقد ما بيننا عشان أقول إن هناك خان الأمانة هو على بانك لو أنا تدك الفلوس وإنت مرجعتهش لي هو في خان الأمانة بس لو إحنا مش كاتبين عقد من الصعب إن أنا أثبت إن في جريمة خان الأمانة فلازم طبعا يكون بناء على عقد خيانة الأمانة لها أرقاب زي الركن المادي اللي هو الفعل اللي أنا قمت به اللي أنا ما سلمتكش الحاجة ما رجعتهش ليك محل الجريمة اللي هو المال اللي انت خدته مردتش ترجعه لي ثلاثة لازم أن يكون ذلك إدرارا بالمجن عليه مالك الشيء زي مثلا لما انت خدت مني المال استعملته أو اديته لحد أو بعته لو تبديد استعمال أو تبديد أو استغلال خلي بالك الركن المادي عندي اللي هو كانت ثلاثة أفعال ممكن أقوم بيهم تبديد أو استعمال أو استغلال يعني أنا استغلت الحاجة أو استعملتها أو بدتها فهنا لازم يكون حصل لدرر زي مثلا موضوع التبديد لما أنا أديك كتعة قماش أقول لك حافظي على الكتعة دي وأخذها منك بعد مثلا سنة فجأة لقيتك بعتها فحصل منك تبديد أو فجأة لقيتك استعملتها يعني لقيتك مثلا لقيت مثلا أنت عندك محلة أو حاجة عملته تاندة عملت بكتعة قماش بتاعت تاندة صحي كده فهنا لازم يكون أصاب شخص المالك الرئيسي ضرر رقم أربعة اللي هو الرجل المعنوي اللي هو القز الجنائي لأنه عارف اللي أنا بعمله غلط وعارف أنه هو استعمال أو تبديد استغلال ومع ذلك اتجت رطي لهذا الفعل بس برضه عشان أقول أنه هناك جريمة خيانة الأمانة لازم نكون كتبنا إيه؟ عقد فيه بعد كده عقود الأمانة أنا قلت لك عشان أقول أنه هناك جريمة خيانة أمانة لازم يكون هناك عقد الكتب زي مين؟ عقد وديعة عقد الإيجارة اللي هو عقد الإيجار عقد عارية الاستعمال عقد الرهن الحيازي عقد الوكالة دول خمس عقود لازم عشان أقول أنه هناك خيانة أمانة أكون عملت منهم أي عقد من العقود خلي بالك وارد يكون فيه خيانة أمانة من غير ما نكون كتبنا العقد بس مش هقدر أثبتها أن هي جريمة أنت عشان تروح المحكمة وترفع دعوة لازم أن يكون معك عقدي يثبت أن الشخص لقدامك خيانة الأمانة فيه بعد جده جرائم الحدث الحدث زال هو الشخص اللي سنه لم يتجاوز 18 سنة هو من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عنده وجوده في إحدى حالات التعرض للانهراف خلي بالك الحدث زال أنا ما ينليش دعوة أنا أبط عليه إمتى ولا ليه علاقة أنا صدر الحكم إمتى أنا اللي يهمني وقت ارتكابه للجريمة كان عنده كام سنة طالما كان سنه أقل من 18 سنة يعني لم يتجاوز 18 سنة هيطلق عليه حدث طيب هو ارتكب الجريمة وهو عنده أقل من 18 بس عرفنا احنا الجريمة وكشفناها وهو عنده 20 سنة وصدر الحكم وعنده 25 سنة هل هنا هحكمه أنه حدث ولا شخص عادي لا هحكمه أنه حدث لأن أنا مليش دعوة وقت القبض عليه أو وقت الحكم عليه أنا ليه علاقة بوقت ارتكابه للجريمة كان عنده كام سنة دوة الحدث طيب مراحل عمر الحدث أنا قلت لك أن أنا عندي ثلاث مراحل لعمر الحدث مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة وارد يقول لك المرحلة الأولى بس في الامتحان من غير ما يقول لك اللي هو من كامل كامل وارد يقول لك اللي هو الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشر من عمره يبقى أنا أبقى عرفها مرحلة أولى يعني الطفل اللي هو سنه أقل من خمسة عشر سنة وخلي بقى لك ده ليه علقاب معين وعقاب خفيف خالص طفل المرحلة الثانية اللي هو الطفل الذي بلغ الخمسة عشر سنة ولم يبلغ أو لم يتجاوز الستاشر سنة يعني عنده خمسة عشر وأقل من ستاشر طفل المرحلة الثالثة اللي هو سنه ستاشر سنة ولم يتجاوز التمنتاشر ايه سنة او لم يبيغ لم يبلغ التمنتاشر ايه سنة يبقى كده مراحل عمر الحدث تلات مراحل مرحلة اولى لو سنه اقل من خمستاشر سنة مرحلة ثانية سنه من خمستاشر ولم يتجاوز ستاشر مرحلة سالسة سنه من ستاشر الى تمنتاشر سنة خلي بالك طفل المرحلة الاولى عقابه خفيف لانه لسه غير مدرك لاي شيء سنه اقل من خمستاشر سنة وفي الغالب طبعا بيبقى من سبع سنين لا اقل من خمستاشر انما طبعا لا اقل من سبع سنين ده اسمه شخص غير مميز اللي هو الطفل غير مميز زيه زي المجنون دول ما بيقولهمش عقاب اما من سبع سنين الى لم يتجاوز الخمستاشر ليهم عقاب محدد هنقول وفيما بعد عشان تبقى على علم العقوبات اللي بتطبق عليه كذلك طفل المرحلة الثانية ده اكبر شوية فيبتدى العقاب يزيد مع زيادة السن بتاعه طفل المرحلة الثالثة ده عقابه بيزيد اكتر واكتر من المراحل السابقة لانه سنه اا 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 او هو كبر سن اكبر فالعقل بدأ يدرك اكتر فبيبتدى العقاب يزيد اكتر لغاية طبعا ما يتم من سن التمنتاشر وبياخد العقوبات العادية اللي احنا عارفنا يعني مثلا لو ارتكب جريمة ات في الطبيعي لو تم التمنتاشر سانة بياخد الاعدام انما لو ارتكب جريمة ات وهو سنه اقل من اا اا الانتاشر سببات من السن ات منتاشر او من خمستاشر الINS او اقل من خمستاشر الاعقاب بيالي خالص ما بيوصلش لي الاعدام في بعد كده جريم اللي هي الموظفين العموميين اللي هي الواقع منهم والواقع عليهم عندي كذا جريمة وارد يبقى فيه جرائم الموظف هو اللي يقوم بيها وارد يكون فيه جرائم الموظف بيتم الاعتداء على الموظف يعني مرة يكون الموظف جاني وفيه جرائم اخرى هيكون الموظف مجني عليه يعني فيه بعض الجرائم الموظف يبقى جاني وفيه بعض الجرائم هيبقى الموظف مجني عليه جرائم مثلا الموظف فيها بيبقى جاني زي جريمة استعمال القصوة مع الناس اعتمادا على الوظيفة انا موظف عام ليه سلطة وليه وضع فاستخدمت القصوة مع الناس اللي قدامي عشان الوظيفة بتاعتي او اعتمادي على الوظيفة بتاعتي فهنا الموظف هنا بيتقال عليه جاني وهناك جرائم اخرى بيكون الموظف فيها مجني عليه زي جريمة التعدي على الموظف العام ان احنا بنتعد عليه في مكان الوظيفة بتاعته بالضرب وفي جريمة اهانة الموظف العام اللي انا بهينه سواء اللي هو بالقول او بالاشارة فهنا الموظف العام بيطلق عليه مجني عليه يبقى في جريمة الموظف بيبكاني وفي جريمة بيبقى الموظف مجني عليه طيب من نسبة للجرائم اللي هو يكون فيها الموظف مجني عليه زي جريمة اهانة الموظف العام جريبة أهانة الموظف عام لها أرقان زي فعل اللي هو الأرقان فعل مادي اللي هو يعتبر الركن المادي اللي هو وقوع الجريمة زي صفة المجن عليه زي القصد الجنائي عند ثلاث أرقان ركن مادي اللي هو الفعل فعلة الإهانة والإهانة هنا بالقول اللي هي فيها أي حاجة بتسيء للقرامة بتاعة الإنسان سواء بالقول أو بالإشارة واحد بيغلط فيه ناس كلها أو اللي هو الإهانة بالقول يعني مثلا بيهينه بالقول أو بالإشارة بأي حركة سيئة للموظف العام فدي اسمها إهانة الموظف العام في عندي صفة المجن عليه خلي بالك بقى هنا اسمها جريمة إهانة الموظف العام إذن هنا أنا بهين الموظف العام يبقى الموظف العام هنا جاني ولا مجن عليه هيبقى مجني عليه يبقى هنا هقول صفة المجن عليه انا في كل الجرائم اللي فاتت قلت صفة الجاني زي مثلا الرشوة زي الاختلال زي الاستلاء كنت بقول صفة ايه صفة الجاني انما هنا انا بقول صفة المجن عليه لان احنا هنا اعتدينا او هن الموظف فصفة المجن عليه اللي هو موظف عام او من رجال الضبط القضائي نمرة ثلاثة القصد الجنائي اللي انا قاصد ان انا اواجه له الفاظ تحمل معاني الاهانة على الموظف العام يعني انا قاصد ان انا اهين الموظف العام في جريمة اسمها التعدي على الموظف العام هي كل من تعدى على موظف عام او رجل ضبط او مكلف بخدمة عامة اثناء عمر او بسبب خلي بالك الاهانة حاجة والتعدي حاجة الاهانة انا بهينه بالقول اما التعدي انا باعتدي عليه سواء ان انا اتضرب مثلا بضربه او بضربه باليد او بزقه كده بدفعه او بان انا بضربه باستخدام اي الى مع اي سلاح او عصايا ايام ما يكون الارقان بتاعتها عندي الارقان بتاعتها ركن مادي اللي هو الفعل وركن معنوي اللي هو القصد الجنائي وصفة المجني عليه ان انا قاصد ان انا سفة المجني عليه اللي هو لازم ان يكون موظف عام زائد بقى حاجة مهمة جدا اللي هو لازم وقت ارتكابي للجريمة تكون بسبب عمله او اثناء العمل يعني انا عشان اقول ان انا ارتكبت جريمة التعدي على الموظف العام لازم تكون يكون التعدي اثناء الوظيفة او بسبب الوظيفة طيب نفترض ان الشخص زوات ساكن عندي في البيت هو مروح وروح بيتهم وقاعد في البيت وحصل ما بينه وابينه مشكلة ضربته ضربني ضربته هل ينفع ان هو يرفع دعوة اسمها جريمة التعدي على الموظف العام لا طبعا لان هنا التعدي حصل لا هو في الوظيفة ولا اثناء الوظيفة انما لو هو في المكان العمل بتاعه مثلا موعيد عمله من الساعة 8 للساعة 2 انا اثناء العمل بتاعه دخلت المكان بتاع الوظيفة بتاعته عند المكتب بتاعه تعدت علي يبقى هنا انا عملت ايه تعدت على الموظف اسناء الوظيفة يبقى جريمة التعدي على الموظف ايه العام يبقى اهم حاجة عشان اقول جريمة التعدي على الموظف العام يكون التعدي اسناء الوظيفة او بسبب الوظيفة بسبب زي ايه ما مر ضبط جاي يضبط الحاجة او يحجز على الاملاك اللي عندي في البيت ايا ما يكون بقى الوقت اللي هو جاي فيه بس احنا عارفين ان موعد الحكس المفروض بتتم او الموعد التنفيذ او الحكس بتتم من الساعة السابعة صباحا الى السامنة مساء فهو جالي مثلا في اي وقت من الوقت ديات عشان يحجز على الممتلكات اللي عندي فانا قمت جاي معتدي عليه حين بسماء جريم التعدي على الموظف العام لان هو بيقوم بعمل من اعمال وظيفته كده انا حاولت اعمل ملخص بسيط لمادة العكوبات ذكرت فيها جميع الجرائم اللي احنا هندرسها طوال السنة ان شاء الله الجرائم سهلة جدا وزي ما انتم شايفين بناخد تعريف وارقاد وعقاب هندرسها بالتفصيل جريمة جريمة في الحلقات القادمة النهاردة عملنا نبزة ملخصة خالص لكل الجرائم اللي موجودة عشان تتأكد ان المادة مادة سهلة جدا ومحتاجة منك تركيز مش اكتر ولاقل تفهم وبعد كده تلاقي الموضوع سهل في الحفظ ان شاء الله في الحلقات القادمة هنشرح عقوبة عقوبة جريمة جريمة بالتفصيل وكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا والى اللي كان اخر ان شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة